النهاردة في متابعاتنا الإخبارية نبتدي على طول بشكل مباشر بالنشاط الرئاسي النهاردة الحقيقة كان فيه اجتماعين للرئيس عبد الفتح السيسي الاجتماع الأول كان مع رئيس الوزراء دكتور مصافة مدبولي ودكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وكمان المهندس طارق الملة وزير البترول والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالإضافة كمان للسيادة اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية الاجتماع الأول ذا كان لمتابعات التطورات المتعلقة بعدد من المشروعات في قطاع الصناعات البترولية المشروعات اللي بتتم على مستوى الجمهورية الرئيس في الجزئية دي يوجه أنه يتم الاستمرار في رفع كفاءة منظومة الخدمات والمنتجات البترولية التوسع كمان في الاستثمارات الخاصة بقطاع البترول علشان نعزز قدرتنا الاستثمارية في هذا المجال الهام وإن ده هينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام وتأمين احتياجات السوق المحل الاجتماع الثاني للسيد الرئيس كان برضو مع رئيس الوزراء وبحضور دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الاجتماع كان لاستعراض المشروعات الاستراتيجية الخاصة بوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية من خلال الاجتماع دكتور محمد شاكر عرض الموقف التنفيذي بالنسبة لامدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي قل عملاق الدلتة الجديدة طبعا عارفيني المشروع ده هيكون على مساحة كبيرة جدا بنتكلم على حوالي 2 و 2 من 10 مليون فد فعشان كده الرئيس تكلم على أهمية أنه نتوسع في البنية التحتية المتعلقة بالكهرباء نربط ده بالشبكة الوطنية للكهرباء وأنه كمان البنية الأساسية ليه نتوسع بيها في هذا الشكل في مشروع الدلتة الجديدة علشان نكون يعني بنبص القدام نستوعب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة إن شاء الله مع طبعا الشغل اللي هيحصل فيه الدلتة الجديدة التوسع والتنمية فبالتالي هنحتاج لطاقة كهربائية نبدأ إن احنا نأمنها ونتوسع فيها من الآن على كل أحوال تفاصيل أكتر عن اجتماعين خاصين بالرئيس النهاردة نتابع ده في التأرير اللي جاي اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من مشروعات قطع الصناعات البترولية على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في رفع كفاءة منظومة الخدمات والمنتجات البترولية والتوسع في الاستثمارات الخاصة بقطع البترول بهدف تعزيز قدرة هذا المجال الاستثماري المهم في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلي وقد شهد الاجتماع استعراض أبرز مستجدات المشروعات البترولية على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بموقف التعاون الحالي مع شركات البترول العالمية في مجال البحث والتنقيب والاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة بالاضافة الى الجهود المستمرة لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لدفع عجلة الانتاج والتنمية في الدولة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاجتماع تناول استعراض المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية حيث عرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي لامدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتة الجديدة باجمالي مساحة اثنين واثنين من عشر مليون فدان وجهود ربطه بالشبكة الوطنية الكهربائية حيث وجه السيد الرئيس بمراعاة تأسيس البنية الاساسية الكهربائية للمشروع لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الاحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الاخذة في التوسع بالمنطقة كما تم عرض الموقف التنفيذي فيما يخص استكمال أعمال البنية التحتية لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل الشمالي حاليا ومستقبلا وبما يدعم البنية التحتية اللازمة لمشروع الربط الكهربائي مع ليبيا السيد وزير الكهرباء استعرض كذلك مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية العريقة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد طاقة الهايدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهايدروجين الأخضر ولتعزيز أهداف الدولة بامتلاك القدرة في مجال توليد وتداول وتجارة الهايدروجين الأخضر ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال باعتباره مصدرا واعدا للطاقة كما شهد الاجتماع متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء على نحو يساهم في تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان في سيناء كما تم أيضا استعراض توفير التغذية الكهربائية لمشروعات وسائل النقل الحديث على مستوى الجمهورية خاصة مشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر فضلا عن جهود الوزارة للاستثمار في مجال تحلية مياه البحر في إطار تعزيز توجه الدولة نحو الاستفادة القصوى من المتاح من مواردها المائية